أهلاً وسهلاً على كل حبيبي اللي في قناة عالم منوعات منوريني واتمنى يا رب كده تكون القناة بتاع جدكو وتابعونا إن شاء الله حتلوا عندنا كل حصري وجديد تعالوا بقى نشوف الخبر ده معنا محمد رمضان يواجه فيروس كورونا بقناع زهبي تعالوا نعرف التفاصيل أصار الفنان المصري محمد رمضان موجة جديدة من الجدل بسبب فيديو نشره مؤخراً على حسابه على انستجرام وظهر فيه وهو يقود سيارته واضعاً على وجه القناع باللون الزهبي معنا الضارات بتصميم غريب وانطلقت على أثر هذا موجة واسعة من التعليقات ودعا بعض المتابعين الفنان محمد رمضان إلى مصل استفزاز منتقدي فيما أشار آخرون إلى أنه يبالغ في ذلك وسأله بعضهم عما إذا كان يضع القناع من أجل حماية نفسه من الإصابة فيروس كورونا وحقق المقطع ما يزيد على 319 ألف إعجاب وإشار إلى أن النجم محمد رمضان أعلن مؤخراً تراجعه عن مهاجمة الفنان باسم سمرة بعد تراشقه بالكلمات مع بعضهما البعض على أثر فيديو تدوله النشطون وأظهر قيام الأخاء الأخير بدفعه في إحدى المناسبات وقال في أحد اللقاءات باسم أخوية وحبيبي مش مستهلة تحدي ومعندناش وقت لو فاضي هعمل كده علماً إنه قال فيه وقت سابق تعليقاً على المقطع لو كان في وعيه كنت نولته بإيدي الشمال وهذا ما دفع باسم سمرة إلى الرد حيث أعلق عبر أحد البرامج التلفزيونية وقال أنا ما قدرش أرد عليه أنا ابن ناس ولكن أدعوه لفيلم عشر دقاي رواقي قصير ببطولة مشتركة لمناظرته في التمثيل ده كل اللي حصل يعني يا حبيبي وبعدين محمد رمضان رجحتني غير كلامه وقال باسم سمرة حبيبي وصحبي وإحنا ما عندناش وقت للخصام والخلاف والكلام ده معرفش هل ده خوف مثلاً من باسم سمرة أم إيه الحكاية إيه اللي حصل بالزبط هل هو ما تصلحوا مثلاً مش عارفة بس دكت يعني نهاية الجدل اللي حصل اللي كان حصل بينهم في الوقت وفي وآخر الوقت يعني وشوفك يا رب على خير يا حبيبي وانت زورونا إن شاء الله في كل جديد وإنتوا إيه رأيكم في استفزاز محمد رمضان لجمهوره وإنه يعني كده بيستفز يعني السخرين منه وكده بطريقة بصراحة مبلغ فيها قوي هستنى أسمع رأيكم يا حبيبي في قسم التعلاقات محمد رأيكم